وما ينذر هؤلاء إلا سيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الحساب اسبر على ما يقولون واذكر عبادنا داود ذا الأيد داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبع الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وقر راكعا وأناب فاستغفر ربه وقر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيزلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب حساب 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 حساب